مرحبا بكم في الدرس العشرين من قصة جزيرة الدكتور مورو سنعيد قراءة آخر فقرة في الدرس السابق دون شرح لأنه سبق أن شرحناها فقط للتذكير بأحداث القصة وبعد ذلك سنكمل شرح القصة السابق دون شرح القصة هل ستعرفه إذا رأيته مرة أخرى سأل مونتغامري ونظر من حولنا وتحقق من مسدسه يعني تحقق أن مسدسه موجود لم أره بوضوح جيدا لكنني ضربته بقوة بحجر ربما سوف يكون هناك بعض الدم على رأسه ربما probably وقال مونتغامري أنا متأكد من أنه الرجل النمير أو ربما أحد القطة الكبيرة يعني رجل شبيه بخلط ما بين أسد وإنسان لكن كيف يمكننا أن نؤكد أو نبرهن على أنه قتل الأرنب كذلك لقد كان خطأا كبيرا جلبهم إلى هنا يعني لم يكن علينا أن نجلب الأرنب إلى هنا I started to walk back to the house بدأت في الرجوع للبيت Walk back يعني يمشي راجعا الرجوع إلى البيت مونتغامري لم يتحرك Let's go I called وناديته وقلت فلنذهب Let's go Finally he joined me التحق بي في الأخير This is serious He said وقال هذا أمر جدي Serious Serious يعني جدي They mustn't learn to enjoy meat لا يجب أن يتعلموا الاستمتاع باللحم They mustn't learn to enjoy meat If they do Well We're all in trouble إذا فعلوا ذلك يعني إذا بدأوا الاستمتاع بأكل اللحم كلنا سنكون في مشكلة We're all in trouble كلنا في مشكلة Back at the house Morrow agreed that the problem was very serious يعني في البيت Back at the house يعني في البيت Morrow وافق agreed يعني وافق على أن المشكلة خطير جدا that the problem was very serious نقول a serious problem يعني مشكلة خطيرة That afternoon the three of us and Mling walked across the island to an open space near the animal people's huts مساء ذلك اليوم أو بعد الزوال ذلك اليوم afternoon تلاتتنا وملين يعني أنا وملين ومورو سرنا عبر الجزيرة إلى مكان مفتوح an open space يعني مكان ليس فيه لا بناء ولا أشجار بجانب أكواخ هؤلاء الكائنات animal people الذين يشبهون الحيوانات huts هنا تعني أكواخ huts Morrow took a little pipe from his pocket and put it to his mouth Morrow أخذ أنبوبا صغيرا little pipe أنبوب صغير من جيبه from his pocket ووضعها في فمه and put it to his mouth it made a surprisingly loud noise وأحدثت ضجة عالية بشكل مدهش هنا loud يعني عال صوت عال loud noise ضجة noise it made قامت it made أحدثت it made surprisingly مدهش بشكل مدهش soon the animal people started to arrive سرعان ما بدأ animal people بالوصول two of the pigmen first then a big horse person and a terrible bear woman اثنين من البشر الشبهة بالخنازير جاءوا أولا بعد ذلك شخص يشبه الحصان big horse person and the terrible bear woman وامرأة شبهة بالدب when they saw morrow they dropped to the ground عندما رأوا morrow سقطوا على الأرض أو انبطحوا على الأرض they dropped to the ground his hands are the hands that hurt يديه هي الأيدي التي تؤذي that hurt his hands are the hands that make يديه هي الأيدي التي تصنع وتخلق his hands are the hands that mend they said throwing earth on their heads وقالوا وهم يرمون الطراب على رؤوسهم أن يديه هي الأيدي التي تصلح mend يعني يصلح more and more animal people were coming out of the trees singly or in pairs to join them in this strange activity المزيد والمزيد من animal people يعني البشر الحيوانات كانوا يأتون من بين الأشجار out of the trees فرادة و زوجين يعني فرادة أو في اتنين اتنين زوجين to join them in this strange activity ليلتحقوا بالآخرين في هذا النشاط الغريب لينضموا إليهم في القيام بهذا النشاط الغريب 62-63 counted more there are four more وعد مورو 62-63 هناك أربعة آخرون I can't see my attacker I said وقلت بأنني لا أستطيع رؤية مهاجمي التي هاجمني I can't see my attacker مورو made the noise with his pipe again finally at the back of the crowd I saw my attacker join the rest قأحدث مورو وضجت مرة أخرى بأنبو به وفي النهاية finally في نهاية أو في الجزء الخلفي من الحشد at the back يعني في الجزء الخلفي of the crowd للحشد I saw my attacker join the rest رأيت الذي هاجمني مهاجمي يلتحق بالآخرين the rest يعني الآخرين there was a dark line of blood on his head كان هناك خط أسود من الدم على رأسه the leopard man Montgomery said quietly in my ear وقال منتغامري بهدوء في أذني الرجل النمر the leopard man stop said Morrow in a loud strong voice وقال مورو بصوت قوي وعال توقف the animal people sat on the ground and stopped talking البشر الحيونات جلسوا على الأرض وتوقفوا عن الحديث where is the sayer of the law asked Morrow and the hairy grey monster stood up وسأل Morrow أين هو قائل القانون sayer of the law ثم وقف الوحش الرمادي المشعر the hairy grey monster say the words said Morrow وقال مورو قل الكلمات the grey monster and the others began the words of the law والوحش الرمادي والآخرون بدأوا كلمات القانون when they reached don't eat meat or fish that is the law Morrow held up his hand وعندما وصلوا إلى لا تأكل اللحم أو السمك هذا هو القانون قام مورو برفع يده stop he cried وسرخ توقف the crowd was suddenly silent والحشد أصبح فجأة سامتا silent suddenly هنا تعني فجأة they looked nervously at their neighbors ونظروا بعصبية إلى إخوانهم neighbor هنا جار أو يعني إخوانهم في في الجنس يعني هم كلهم حيوانات متشبهون أو بشر حيوانات متشبهون waiting منتظرين الكلمات التالية لمورو waiting for مورو's next words لاحظ هذه الكلمة تنتق ب neighbor neighbor neighbors في الجام وهذه هي الكتابة البريطانية أما الكتابة الأمريكية فنقوم بحدث you تكتب هكذا in American Spilling neighbors الجيران someone has broken that law he said وقال مورو أحد ما قام بخرق ذلك القانون شكرا لكم على المشاهدة انتظروا الترسى اللاحق شكرا لكم على المشاهدة